ونعود إلى رحلة الخلود ونحن مع سيدنا نوح عليه السلام دعا قومه وظل في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما تسعمية وخمسين سنة دعوة سبحان الله على صبر الأنبياء أنا أقول أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف ومكث فيهم شهرا ولم يؤمن به أحد أنا حزين كيف يكون إحساس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو أناسا شهرا كاملا ثلاثين يوم آج رسوم يكلمهم ليل ونهار ولم يؤمن به رجل واحد لذلك هو راجع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ألمه وحزنه ويويع في الحفرة وتوجه إلى الله اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المصدع فينا وأنت ربي إلى من تكلني إلى عدو يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري إِنْ لَمْ يَكُمْ بِكَ غَضَبٌ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي هيا دي الجملة اللي صبرت سيدنا النبي وصبرت كل الأنبياء إِنْ لَمْ يَكُمْ بِكَ غَضَبٌ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي سيدنا نوح بعد ما قعد تسعمية وخمسين سنة يدعو إلى الله وآمن به على ما يذكر ستة يعني ليس عندنا برضو نص صحيح في هذا ولكن الكتب بالسير بتقول ستة تلاتة بناتوا وأزواجهم التلاتة ستة في تسعمية وخمسين سنة سبحان الله العظيم يعني اللهم اجزي سيدنا نوح خير الجزاء صبر صبر ويشتكر ربنا قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جاءوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا سيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا عمل كل الطرق المتاحة كل ما يمكن عمله لهداية الناس ليل ونهار سر وجهر ترغيب وترهيب كل شيء سبحان الله العظيم ودي اللي أنا بقوله إن لما سيدنا نحقل كده ربنا كأنه يريد أن يعذر ويراجع مفردات دعوته إن فاضل إيه اللي ناقص ممكن أعمله يراجع مفردات دعوته إن فيه إيه من اللي أنا عملته ممكن يكون غلط رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا بالليل وبالنهار فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبر رغم النوم وضعوا أصابعهم في آذانهم ووضعوا ثيابهم على وجههم استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا كبر استكبارا قال ثم إني ثم تفيدي الترتيب مع التراخي بعدما دعوهم ليلة ونهارا دعوهم تاني بعدما عملوا كده وضعوا أصابعهم في أذانهم وغطوا وجههم بثيابهم واستكبروا وأصروا ثم إني دعوتهم جهارة ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارة رحت لهم بيوتهم وكلمتهم في السر وقابلتهم فرادة حاولت معهم بالدعوة الفردية وحاولت معهم بالدعوة الجماعية حاولت معهم بالدعوة الجهرية وحاولت معهم بالدعوة السرية بكل طرق سيدنا نوح تعب حقيقة حاجة متعبة إنك تبقى صادق وكل الناس يقولوا كدهب إنك تبقى حريص عليهم وحريص على هدايتهم وبتيامل كل الطرق لإرضاهم حريص على دعوتهم وحريص على هدايتهم وحريص على نفعهم وحريص على إصلاحهم وصلاحهم ونجاتهم ومع ذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه شوف لما سيدنا نوح يشتكل ربنا قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا سيدنا نوح زي ما قلت لكم في الآخر حلقة اللي فاتت بيشتكل ربنا وبيحكي له وبيقول له أنا عايزك تتعلم دي إنك تشتكل ربنا إنك تحكي له كتير قلت الموضوع ده في الغرب كل واحد بيبقى عنده قطة أو كلب يعني حيوان صديق وفي بيقول إن صديقه الوفي ذا الأمين لأنه ما بيكلمش بيقعد يحكي له أسراره سبحان الله إحنا كمسلمين لنا إله لا ينام الله لنا رب لا يغلق بابه لنا إله ورب لا يحتاج إلى واسطة توصلني إليه ليس هناك وزير ولا بواب تقول يا رب يقول لك لبيك عبدي إذا تتعلم تناجيه تحكي له تدعوه شوف سيدنا زكريا إذ نادى ربه نداءاً خفية قال رب إني وهنا العظم مني واشتعل الرأس شيباً ولم أكن بدعائك رب شقية حكاله القصة كلها أنا تعبان ومريض وعجزت وزوجتي عاقر وورايا ولايا أعمل إيه يا رب إديني ولد وهو بيدعو جات له البشرة بالولد أنا عايزك تعمل كده تحكي لربنا تتعلم وتتعود إنك تحكي مع ربنا بدل ما بتتكلم مع الناس وتشتكي للناس وتحكي للناس الأولى ربنا جل جلاله الأولى إنك أنت تحكي له سيدنا نوح كان بيحكي كل حاجة لربنا أنا عملته 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 وقلته 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 قلته استغفيره ربكم إنه كان غفارة ونألت لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقة وجههم لربنا وجههم للسماء وجههم للأرض وجههم لكل شيء ووعدهم وعود يرسل السماء عليكم بضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وعدوا الدول وعود وكل حاجة صبر 950 سنة صبر والآخر لقاهم بيمكروا يا ترى بيمكروا على هيقتلوه هيخرجوه من البلد بيمكره هو ما يعرفش ودايما كده المكر بالأنبياء قال سبحانه وتعالى قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزيده مالوه ولدوه إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن ألياتك ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوك ونسرا وقد أضلوا كثيرا أصروا وقالوا كده امشوا واصبروا على آلهتكم قالوها للنبي صلى الله عليه وسلم شوف بقا الصبر على الباطل الاستمساك والتمسك والتفاني في خدمة الباطل شوف الإشكال الكبير إنك تشوف أهل الحق ما عندهمش الصبر ده إن اللي على الصواب واللي ربا سبحانه وتعالى قال لنا إيه في القرآن قال سبحانه وتعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون يعني لو أنت بتتألم في الصبر على الحق في الصبر من أجل الجنة يعني إنك أنت توقف في الصلاة لحد ما ظهرك يبجعك في الصلاة تب ما لعبت الكرة بيتعابوا برضو وهم عايزين فلوس وإنت عايز الجنة سبحانه وتعالى سبحان الله العظيم بار الأجر من الله أحبكم في الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر